الغاز المصاحب عنوان فورة الغليان الإيراني الذي صنعه الخوف في أروقة السياسي طهران بتساؤل يبحثون عن إجابة عجلة له هل يستطيع العراق الاستقلال عن الغاز الإيراني بمساعدة أمريكا؟ السؤال عميق جدا في الأروقة الإيرانية وكذلك العراقية لكنه عمق متباين بحسب طموحات بغداد وطهران فالعاصمة العراقية ببنيتها السياسية ومعها الحراك الشعبي يصرخ منذ سنوات لأجل سيادته والحفاظ على مقدراته ووقف هدر أمواله المنهوبة منها والمستغلة على يد النفوذ الإيراني سواء بتجارته وصناعته واستحواذه على المياه من جهة وعلى الكهرباء من جهة وعلى النفط من جهات أخرى غير البحر وما فيه فذلك قصة أخرى صنف العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز المصاحب بعد روسيا في عام 2020 إذ بلغ معدل ما حرقه قرابة 17 مليار متر مكعب وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي ومع التقارب في الحوار العراقي الأمريكي ارتفعت أمال الطموحات التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة لأسباب سياسية وبيئية من إزاحة الهيمنة الإيرانية ولو أنها إزاحة يقول خبراء لن تكون مئة بالمئة إلا أنها ستحقق استقلالية الاقتصاد العراقي أو على أقل تقدير ستبعد شيئا من النفوذ الإيراني على مقدرات البلاد وهنا يؤكد محللون أن من مصلحة حكومة بغداد العمل على ذات الأهداف ذلك أن الاستمرار مع الجانب الإيراني لن يدفع بعجلة الدعم الأمريكي للعراق يرافقه ذهاب العراق للربط الإقليمي مع الخليج والأردن ومصر وهي في المحصلة تحصيل حاصل في المستقبل وفق ما يؤكده مراقبون وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للمناخ وفي بغداد أيضا تجري تصريحات واسعة ودعم دولي واضح حول ضرورة أن يقوم العراق باستثمار غازه وهو ما يجعل الأسئلة والمخاوف تنطلق في ذات الآن هل يتخلص العراق من الغاز الإيراني تماما؟ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال عبارة عن ردود فعل سياسية يشهدها العراقيون في قادم الأيام